عنوان حلقتنا الكذبة الكبيرة التي كذبها علينا مراجع النجفي وكربلاء ومن في سياقهم من الخطباء والكتاب والمؤلفين والشعراء والرواديت الجميع كذب عليهم من قبل مراجع النجفي وكربلاء وبعد ذلك كذبوا على الشيعة هذا في كتابه وذلك في قصيدته وهذا على المنبر وهذا حينما يقرأ نعيا أو لطما أتحدث عن الرواديت الجميع اشتركوا في هذه الكذبة الكبرى ما هي هذه الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجفي وكربلاء وما تفرع عنهم من الخطباء والمؤلفين والكتاب والشعراء والرواديت إلى أن وصلنا إلى الفضائيات وإلى المواقع الألكترونية فكل هذه العناوين تكذب علينا ولا زالت تكذب علينا لقد كذب علينا هؤلاء الأوغاد ولا أدري هل هم يكذبون بقصد أم أنهم حمير استحمرهم الشيطان واستحمرونا بعد ذلك فهؤلاء الأوغاد السفلة كذبوا علينا وقالوا لنا من أن الأمة بعد مقتل الحسين قد صلح حالها هكذا يقولون في بياناتهم هؤلاء المراجع السفهاء أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء فهؤلاء في بياناتهم وفي أحاديثهم وحتى في كتبهم ومن تفرع عنهم من الخطباء والشعراء والرواديد وغيرهم الجميع يرددون هذا الكلام من أن الأمة صلح حالها بعد مقتل الحسين بعد عاشورا ظاهر الأمر جميل من أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد حقق الإصلاح في الأمة بعد الذي جرى وجرى في عاشورا وبعد كل تلك التضحيات العظيمة هذا شيء جميل لكن الحقيقة ليست كذلك ونحن نرى هذا بأم أعيننا مباشرة بعد قتل الحسين تداعى القوم إلى سحق جثته بحوافر الخيول مباشرة بعد قتل الحسين تخاصمت العشائر العراقية العربية عشائر الكوفة تخاصموا واختلفوا فيما بينهم حتى كادوا أن يقتتلوا على تقاسم رؤوس الحسين وأهل بيته وأنصاره وبعد ذلك جر الويلات على عائلة الحسين في سبيها وجرى الذي جرى وبقي يزيد في الحكم وبقي الحكم عند الأمويين إلى زمان طويل ثم جاءنا العباسيون وهم أسوأ من الأمويين والأمة مستمرة في ضلالها وفي حربها لعترة الحسين وقد قتلوا الأئمة جميعا إلى الإمام الثاني عشر في سلسلة الأئمة الأئمة الاثني عشر لو أنه لم يختفي عن الأبصار والأنظار لقتلوه أيضا فأين صلاح الأمة وإذا أردنا أن ننظر إلى الواقع الشيعي حتى في زمان الأئمة فإن حرق الضلال كانت تنشأ في الواقع الشيعي من السبائيين الأنجاس إلى الخطابيين الأنجاس إلى سائر المجموعات الأخرى إلى الكلاب الممطورة إنهم الواقفة إلى بقية المجموعات في زمان حضور الأئمة وفي زمان الغيبة القصيرة التي نعرفها بالغيبة الصغرى وهكذا الحال استمر على طول فترة الغيبة الطويلة التي نعرفها بالغيبة الكبرى إلى يومنا هذا مثال واضح ما نحن منذ سنة 2003 وإلى الآن شيعة العراق الذين يتصرفون بأمورهم ويتسلطون عليهم مراجع النجف وتحديدا تحديدا الذي يتسلط عليهم بالدرجة الأولى السيستاني وفي بغداد الأحزاب الشيعية الدينية ما الذي فعلوه بالشيعة أين هو الصلاح والإصلاح فإذا كان الشيعة قبل سنة 2003 محكومين بحكام من النواصب من المخالفين من السنة ما هم الآن لا شأن لنا بالأكراد ولا شأن لنا بالسنة أتحدث عن شيعة العراق فقط ما هم الآن محكومون بمرجعية شيعية بمرجعية السيستاني ومحكومون بأحزاب شيعية بحزب الدعوة وأخوات حزب الدعوة ماذا فعل هؤلاء ماذا فعل السيستاني وسائر المراجع الآخرين ماذا فعل حزب الدعوة وماذا فعلت الأحزاب والتيارات والتشكيلات الأخرى في الواقع الشيعي فقط أرذلوا واقع في العراق هو الواقع الشيعي الأكراد أفضل حالا من الشيعة لماذا لا عندهم سيستاني ولا عندهم حزب دعوة السنة أفضل حالا من الشيعة لماذا لا عندهم سيستاني ولا عندهم حزب دعوة واقع الشيعة في العراق واقع بائس يسيطر عليه الفساد بكل أنواعه الفساد العقائدي الفساد الفتوائي الفساد الديني بكل أشكاله الفساد الأخلاقي الفساد الاجتماعي الفساد المالي الفساد الإداري الفساد بكل أشكاله يسيطر على الواقع الشيعي ببركة السستاني وبركة حزب الدعوة قطعاً السستاني مع إخوانه من المراجع الكبار العظام وحزب الدعوة مع إخوانه وأخواته من الأحزاب والمنظمات والتيارات الشيعية الأخرى التي فعلت ما فعلت في شيعات العراق إلى أبعد الحدود سلوا العراقيين هم يحسنون التعبير عن الذي فعله بهم هؤلاء يقولون ما يقولون لقد فعلوا بنا كذا وكذا نحن على التلفزيون لا أستطيع أن أقول نفس الكلمات التي يقولها الشيعة ماذا فعل بهم السستاني وماذا فعل بهم حزب الدعوة بعض هذه الكلمات موجودة على اليوتيوب على الشبكة العنكبوتية يمكنكم أن تعودوا إليها فهذه هي الكذبة الكبرى لقد ضحكوا علينا وقالوا لنا من أن الأمة صلح حالها بعد الحسين والحقيقة ليست كذلك الواقع زاد فسادا وفسادا لأن مشروع الحسين مشروع نتائجه تتحقق في حاضنة حسينية محدودة تلك الحاضنة التي تفرخ تولد أنصارا للمشروع المهدوي الأعظم ونتائج تضحيات الحسين ستتحقق في العصر القائمي الأول وتظهر نتائجها العظيمة في عصر الرجعة العظيمة فنحر الحسين ثمن لمثمن هو عصر الرجعة العظيمة وقد مر الكلام علينا في هذه التفاصيل لا أريد أن أعيده لضيق الوقت وعندي الكثير من المطالب التي أريد أن أطرحها بين أيديكم إذا رجعنا إلى قرآنهم المفسري بتفسيرهم ورجعنا ورجعنا إلى أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم التي نفهمها بحسب قواعد تفهيمهم بحسب مضمون بيعة الغدير فإن الذي ضحك به علينا مراجع النجف وكربلاء يناقض كل ذلك بدرجة مئة بالمئة فهذا يكشف لنا عن جهل مراجع النجف وكربلاء بواقع ثقافة أهل البيت ومن أنهم لا يعرفون الحسين حق المعرفة فكيف صاروا نوابا لصحب الزمان لأن الذي لا يعرف الحسين حق المعرفة لا يعرف إمام زمانه حق المعرفة وبالتالي فهم لا يعرفون المشروع الحسينية وتفاصيله ولا يعرفون المشروع المهدوية وتفاصيله فكيف صاروا نوابا لصحب الزمان كذبون هؤلاء سفلة بتمام معنى الكلمة سفلة حقراء لقد كذبوا علينا وأنا سأضع الحقائق بين أيديكم وأنتم محكموا بأنفسكم فهؤلاء السفلة حينما كذبوا علينا فرغوا مشروع الحسين من مضمونه وحقيقته ومضمون مشروع الحسين ظهور القائم والرجعة العظيمة هؤلاء السفلة قالوا لنا من أن الأمة صلح حالها بعد الحسين بينما الأمة زادت ضلالا الأمة ارتدت وإذا كان هناك من هداية فهي محدودة ومحدودة جدا ومع ذلك نحن لا نراها ما أنتم اطلعتم بأنفسكم في الحلقتين الماضيتين على ما يتقيأ به الوائلي الناطق العقائدي الرسمي لمراجع النجف ما هذا الوائلي ثمرة النجف ما هذا الوائلي نتيجة النجف ما هذا الوائلي المثال الواضح الشرعي لما عليه منهج النجف اطلعتم اطلعتم بأنفسكم على ضلال هذا الرجول وعلى جهل هذا الرجول وعلى سوء أدبه مع محمد وآل محمدين وعلى جهله المركب وعلى جهله البسيط أيضا بثقافة العترة الطاهرة اطلعتم على ما يقول من ثمه من لسانه وأنا ما عرضت لكم إلا شيئا يسيرا من ضلال هذا الرجل الذي يمثل ضلال مرجعية السيستاني ويمثل ضلال مراجع النجف عموما الذين يقدمونه لكم على أنه مكتبة شيعية متنقلة نعم هي مكتبتهم الشيعية المتنقلة فالوائلي مكتبة مراجع النجف مدرسة مراجع النجف المتنقلة التي يقدمونها للشيعة كي يعلمهم التشيع للمراجع وكي يبعدهم عن التشيع للحجة بن الحسن ماذا هو الذي كان واضحا في أحاديثه وهذه الأحاديث هي الأحاديث التي يرددها الخطباء الذين يقلدونه يقلدونه حتى في أدائه وفي صوته وفي كلماته والبعض منهم أنا سمعته بأذني أو كنت حاضرا في بعض المجالس في مدينة قم أو في غيرها لشدة تقليده ينقل أخطاء الوائل لأنه هذا الخطيب حمار لا يمهيز بين الخطأ والصواب ينقل أخطاءه أخطاءه اللغوية وأخطاءه النحوية وأخطاءه في نقل نصوص الأحاديث وأخطاءه حتى في نسبة الأشعار لغير شعرائها أو في نسبة الأحاديث للأئمة للإمام الذي لم يقل هذا الكلام هذه أخطاء نحن نقع فيها جميعا لكن لأن نردد الأخطاء حينما نقلد الأشخاص الذين نقلدهم هؤلاء بهائم هؤلاء الخطباء بهائم بشكل رسمي لا أريد أن أتشعب كثيرا في أحوال هؤلاء البهائم وفي أحوال مراجع الضلال في النجف وكربلاء لكنني أذكركم من أن الحلقة عنوانها هو هذا الكذبة الكبيرة التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء سود الله وجوههم أكاذيب وضلال وإساءة لأهل البيت لا أدري ما الذي ينتفعونه من حوزتهم هذه لماذا لا يغيرون واقع هذه الحوزة أخبياء سفهاء من تفعوا شيئا منها نعم انتفعوا المناصب والضحك على الشيعة وجعلوا الشيعة حميرا لهم رجاء أتحفون 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 بالوثيقة الديخية الحميرية المرجعية النجفية الكربلائية القمية لماذا أجيب الأسوان واحد قال لي أذى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل للنوبيلية قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش ايش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأحلام قبل خمسة قال لي مستعجب موش دارها قلنا تركب يعني خلاغة أغمي شيني كما تقول خلاغة أغمي شيني كتبه لأفو كان حالك السنوان فقوش ديخ عربي فقوش لأمي شمالي هذا هو واقع الشيعة لأ الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة أغمي شيني